ورحب بضيف وضيفكو صاحب الفوز على نادي الزمالك المدير الفني لفريق 2007 المدير الفني الكف كابتن وثامة زكي نهارنا كابتن وثامة حبيبا كابتن ربنا خليك أخبارك الحمد لله كان مش حلوة عليكو في المباراة دايما وشك حلوة كابتن بقالك 3-4 سنين وشك حلوة على الفرق وشك حلوة علي الحمد لله الحمد لله انت تستاهل يعني مدرب بتتعب مكتهد بتحب لعبتك مخلص في عملك الحمد لله كابتن ربنا سبحانه وتعالى احنا بنكتهد وبنعمل علينا بس دي سمة المدربين كلهم اللي موجودين في النادي الاهل لازم ان يكتهدوا عشان يبقوا موجودين في النادي الاهل تحقيق بطلال بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيبقى شايف اجتهادك عامل ازاي وبيكافك على قد اجتهادك ده فالحمد لله رب العالمين منذ تولي الكابتن وثامة زكي فريق 2007 واجهت الزمالك في اربع مواجهات صح؟ مع 2007 بس قبل كده واجهتهم مع 2008 و2006 خلينا نتكلم على 2007 الاول السنة اللي فاتت و السنة اللي قبلها لاربع مواجهات فوز لنادي الاهل اه الحمد لله يمكن في اول سنة احنا فوزنا وكانت اول سنة بطول الجمهورية 2007 والحمد لله كسبنا 4-0 اتكررت نفس النتيجة الحمد لله كان في رمضان في الدور التاني في مدية ناصر اه كان فادل لنا الماتشي ده وانه هناك في الدور يعني خلاص بقى ما فيش مشكلة بالنسبة كان فادل لنا ماتشي الجيش وماتشي الجونة بس ماتشي الزمالك كان بشكل كبير نكسبه وناخد البطولة يعني توقته بالفوز وبالبطولة في نفس الوقت اه فكسبنا برضو النتيجة اتكررت 4-0 فضل ربنا عليها الحمد لله حتى كان فيه برضو جهاز فني من نادي الزمالك يعني كان جاي قبل المباراة بيقول يعني لو تلعى بنتيجة 1-0 او 2-0 مكسب لكن تلعى بنتيجة 4-0 فقال يعني نفس النتيجة يعني هو قال لي كلمة يعني فاني كده بس ما فيش دعاة اللي أنا أقولها بس الحمد لله رب العالمين كانت نفس النتيجة السنة اللي فاتك كسبنا 2-1 في النادي الاهلي وكسبنا 2-1 في النادي الزمالك تمشين نفس النتيج؟ يعني يا جات قدر ربنا سبحانه وتعالى بس الحمد لله رب العالمين يعني فرية 2007 بقالها سنتين 4 ماتشات الحمد لله رب العالمين بالفوز وكان آخر فوز الماتش الخامس ده كنت قلقان قبل المباراة دايما مباراة أهلي الزمالك وبفيها قلع حتى لو انت الأفضل وانت المسيطر وانت حتى لو متصدر جاد ده المسابة لكن تظل مباراة الأهلي الزمالك حتى على مستوى الناشئين والأشبال لها صدها برضو طبعا ديربي بين الأهلي الزمالك من الفرس تيم لغاية البراعم بس أنا كان فيه سنة ألق لأن الأولاد كانوا فيه سنة ثقة آه تلام النقطة دي إن هم هيكسبهم آه فدي كتقلقاني جدا إن هم على طول كسباني نادي المالك في الجيل دوت فدي كتقلقاني حتى في البراعم أنا كنت مسك الفرس 2007 سنة في البراعم برضو كسبناه 1-0 كان في دولة زد كسبناه 1-0 برضو ففرد 2007 كعباء عالي في السن ده فدي كتقلقاني بس مهم إنك أنت في المباراة أو من وجهات الأهل وزمالك إنك من البداية تكسب وكعبك عالي آه طبعا يعني أنا في المحاضرة طبعا كان فيه تعليمات مهمة جدا أبرز تعليمات إيه اللي عدت يعني كانت أول 15 شهر دي لازم أن نضغط من فوق وضغط وضغط قوي جدا ولازم أن الكرة تبقى تنصم على عبهم كتير لكن أنا يعني في الوقت نادي المالك اتحسنت بشكل كبير عن السنتين اللي فاتوا وأنا دي يمكن قلتها فبس إحنا الحمد لله رب العالمين أنا أنا كنت تواصل من الفوز الحمد لله يمكن ربنا أخر الفوز شوية بس كان لي طعم الحمد لله الحمد لله إليت شوية لما جات راكلة الجزاء أوه طبعا يعني راكلة الجزاء كان ممكن ما تتحسبش يعني كان فيها شك يعني أنا بس الحكم كان كويس جدا كانت طاري مجدي آه فضل ربنا علينا أن إياد يعني إياد عمل طاري مجدي كان حكم هايل ما فيش كل لعبة معها كل كراته سليمة حتى راكلة الجزاء اللي احتسبها على النادي الأهلي صحيحة منهم في المال بس كان فيه راكلة الجزاء لينا برضو التاحة في الشوط الأولاني برضو لمسة يد ما تحسبتش لكن أنا هو كان موفق جدا في المباراة دي لاني قمت ما كنتم أصلى العصر وقتها مش خاش آه لا أكد فيه ضرب الجزاء لكن فضل ربنا علينا إياد من اللي جوان الكبار في قطاع النشين عمل مطش كبير جدا معنا راكلة الجزاء ها كابتن رسام على الهوى لحظة التصدي وتصدي آه إياد التصدي رائع اتفضل لها كابتن يمكن يمكن لهم آه طبعا إياد إياد حتى في التمرين ماشي بشكل كويس إحنا بنتمرى عن ضربات الجزاء بشكل كويس جدا يمكن كان فيه تحدي بينه وبين اللعيبة إن اللي يجيب فيه ضربة ضربة جزاء من الكابتن محمد شاوي قبلها بيوم إنه إنه لو عنده مكافأة فإياد كان موفق بشكل كبير والحمد لله رب العمين بعد ضربة الجزاء دي أنا قلت هنكسب إن شاء الله والحمد لله الحمد لله